بدنا نيجي في هذا الفيديو نشوف مع بعض موبايل 111 لايت هذا الموبايل السفاح المجرم الصغير بدنا نيجي نشوف إيش مواصفاته وكيف بعد ما أنا استخدمته شو وضعه كيف هو بالنسبة له إنك تشتري ما تشترهوش وعيوبه ومميزاته كل حاجة عنه لايك واشتراك فعل جرس عشان يصلك كل جديد وهيا بنا إلى الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسطين اليوم إن شاء الله بدنا نيجي نعمل عملية مراجعة كاملة وشاملة وشافية ووافية بخصوص هذا الجهاز السفاح الزغنون الصغير هيكا شايفينه حلا إلو كل حاجة عنه أول حاجة خلينا نبدأ في التصميم كتصميم الموبايل تصميمه لا يختلف عليه إثنان تصميم رائع صغير وحلو وزنه 157 جرام أول مرة شوف جهازه بوزن هيكا بالنسبة لضهره من الزجاج الجهاز عليه طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل الخامس بيأتي من الأسفل الشاحن type C مع مايكا أساسي يدخل في الجهاز شريحتين أو شريحة وومومر yeah لا يدخل عليه شريحتين وومومومر yeah يعني إلهه وما möglich مدخلين للشريحتين أو شريحة وومومر yeah عدة سماعة في الأسفل وعنода سماعة في الأعلى السمعتين هذو دائما وطبعا السماعة الى في الأعلى بتعطيك استيريو الموجود هنا استيريو رهيب جدا استيريو حلو من الأجهزة الفريدة في النسبة للستيريو كأنه فلكشب بالنسبة لمايكل عزيز الضوضاء الموجود وبالنسبة للإي آر أيضا موجود على اليمين في عنا أزرار الفوليوم وزيل البصمة بالنسبة لبصمة الموبايل البصمة سريعة وما بتغلط بالمرة أبدا أبدا في أعلى الموبايل في الظهر موجود ثلاث كاميرات الثلاث كاميرات جايات في مربع المربع الموجود على حوافه دوائر مع فلاش ليد تنائي وعنا في ظهره مكتوب كلمة شاومي بالإنجليش طبقة الحماية غوريلا جلاس جيل الخامس للمطل في هذا الجهاز للخادش والحماية والجهاز بيجعله سكرينة من الشركة رأسا الصمك الموبايل 6.8 الصمك والوزن فيش عليه خلاف ولا يختلف عليه اتنين نيجي للشاشة شاشة الموبايل شاشة رائعة شاشة أمولود شاشة حلوة ألوان مشبعة بتدعم مليار لون والألوان بتعطيك ألوان حلوة كتير كتير بالنسبة لأنك تشوف الشمس هتشوفه حلوة كتير كتير والشاشة بتدعم HDR10 والشاشة فيها 60.90 هرتز تقييمنا للشاشة 10 على 10 طبعا في الفئة السعرية هذي ما فيش الشاشة أجد زي هذي الشاشة العلمي كاميرات الموبايل الخلفية 64 ميجا بيكسل فتحت عدس واحد فاصل تمانية هذي الكاميرا الأساسية ومستشعر من سامسونج جي دابليو تري والكاميرا الالترا وايدي تمانية ميجا بيكسل فتحت عدس اتنين فاصل اتنين من سني IMX 355 والكاميرا التالتة خمسة ميجا بيكسل للماكرو العزل مع فلاش ليد ثنائي بالنسبة لتصوير الفيديوهات الموبايل بيصور فيديوهات في الكاميرا الخلفية 4K لعن 30 فريم وبصور فيديوهات في الكاميرا الأمامية وبالنسبة للكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل وبصور فيديوهات 1060 فريم طبعا الموبايل بيدعم NFC والموبايل بيدعم تصوير فيديو مزدوج وبيدعم تقطعه الزمني وبيدعم حركة بطيئة وبيدعم تصوير الليلة بالنسبة لأداء هذه الكاميرات أداء هذه الكاميرات أداء فوق المتوسط يعني بالنسبة لو بدنا نقارنه بين اداء الكاميرات هذا و اداء الكاميرات الريدمي نوت 2 برو اعلى من الريدمي نوت 2 برو باشي بسيط بالنسبة لتصوير الفيديوهات في الفور كي بيدعم التثبيت EIS واترككم الان مع تصوير الكاميرات حتى تشاهدوها وهذا تصوير الالف وتمانين مع التثبيت اليدوي فينو الصورة كيف ونبهز فيها في الشهة الزاز يعني ماسك حالها الصورة تمام صورة حلوة كيف انتم شايفينها طبعا هاته تصوير المي 11 لايت 4K ها يشوف الاهتزاز كيف الاهتزاز بالنسبة لها طبعا الجهاز فيه ال EIS اللي هو التثبيت ممكن التثبيت اللي تحط تثبيت اليدوي كمان بس بسيب اللي عند الف وتمانين مش الفور كي زي ما انتم شايفين كيف الصورة الصورة الشمس وهذا تصوير الكاميرا سيلفي كاميرا سيلفي هاي الزاوية تبعتها انا ماددة هيني ايدي يعني الزاوية مش ديقة على اخر ولا واسعة اصلا متوسطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتوع bit اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة للأداء أداء الموبايل أداءه المعالج طبعا الموجود عليه نفس معالج ريدم نوتين برو نفس المعالج بوكو اكس تري ان افسي المعالج 732 جي من السناب دراجون هذا المعالج بيعطيك أداء كويس ولكن في جهاز الميت 11 لايت يعطيك أداء أداء كويس وأداء في الألعاب أداء محترم ولكن في هنا الجهاز بيسخن علشان الجهاز أصلا رفيع وأصلا ظهره من الزجاج فلذلك انت هتشعر في السخونة ولكن الأداء لا يتأثر بالنسبة للتسعين هرتز الموبايل يعني بيدعم ستين وبيدعم تسعين هرتز هيدعم لك في الألعاب لعند تسعين هرتز طبعا هيدعم تسعين هرتز لكن مش في كل الألعاب لأن المعالج بقدر يعطيك أداء مستقر لعند تسعين هرتز للشاشة هذه بتيجي تقول أنا في عندي ريدمي نوتين برو وعندي المي 11 لايت وعندي البوكو اكس تري برو يعني نفس المعالج ولكن هنا في 120 هنا تسعين ولكن هناك كان 120 شاشة لكن الشاشة الموجودة عندك اي بي اس والمعالج ما بيقدر يعني يوصلك لعند 120 هرتز بالنسبة لحاجات كثير ولكن الشاشة بتدعم 120 هرتز بدها لكن المعالج لازم يؤدي لأداء لعند 120 هرتز ما بنفعش انها تدعم 120 هرتز زي ما انت تجيجت السيارة فيها العداد السرعة لعند 220 لكن المحرك ما بيدعم لعند سرعة مثلا 220 بيدعم مثلا لعند 150 هرتز هذا بالنسبة للمي 11 لايت يعني بالمختصر المفيد اداءه كويس وبالناس بس لكن موضوع السخونة بدك تخطف الاعتبار بتحط الاجراب طبعا ما بتحجز في السخونة لكن اداء الموبايل ما بيتأثر بالنسبة للشاحن والبطارية الشاحن 33 وط بيجي معاه شاحن سريع الشاحن كويس بيشحني جهاز في مدة ساعة البطارية هنا بتيجي اربعة تلاف ومتين وخمسين البطارية هنا بتجيش يعني من لا تعتبر من البطارية العالية او البطارية الموجودة عندنا في الاجهزة التانية زي البوكوكس تري والريدم نوت تين برو ولكن على حساب التصميم اللي موجود عندنا في الجهاز لازم تكون البطارية هيك يعني اذا انت جيمرت على لعاب البطارية مش هتكفيك لكن اذا انت استخدامك متوسط مش تقيل هتكفيك البطارية البطارية هتعطيك من ست الى سبع ساعات اداء وحتى لو فعلت التسعين هرتز نظام التشغيل اندرويد 11 وواجد شاومي ام اي او اي 12 وعلي التحديس الاخير لوصل له 12.08 على النسخة العالمية التخزين والرام بالنسبة للتخزين بيجي عليه 128 على 6 او 128 على 8 ونوع الرام البيدي دي ار فور اكس ونوع التخزين يو اف اس 2.2 يعني في الفئة السعرية هذي طبيعي ان يجي فيه 2.2 يعني نيجي المحصلة النهائية تصميمه حلو شاشته رائعة بالنسبة للمعالج معالج فئة متوسطة اللي موجود عندنا يعني مثل الاجهزة التي ذكرناها مريد مي نوت 2 برو والبوكو اكس 3 برو يعني احنا كنا ممكن نتوقع ان كتنا مهالج اعلى احنا شاومي صرت اطمعنا في القضية اللي هو المعالجات والاشياء الاخرى الشاشة 90 هرتز بتكفي تسعين هرتز مفيش داعي نتحطها 120 هرتز يعني هنا عندك 90 هرتز حقيقية بالنسبة لعيوب الموبايل العيب اللي انا يعني يعني بحبش هذا العيب اللي هو بحطوش مدخل السماعة 3.5 ملمتر لانه هذه الجهاز اصلا فئة متوسطة مش فلاكشوب هو محتبرين فلاكشوب هو الاخر الاصغر للمي 11 بخصوص الشريحتين بس بركبله في جذاكرة خارجية لدي شريحة من الشريحتين هذا يعتبر عيب والبطارية مش اعلى بطارية موجودة في الفئة هذه كمان على حساب اللي هو التصميم هذه العيوب اللي انا كارتة هذه العيوب هي الملخص العيوب اللي موجود في هذا الجهاز وطبعا العيوب على حساب اشياء اخرى ببداية انا اقول الان بالنسبة للجهاز بالنسبة للجهاز انك تشتري او ما تشتري اقول لك حاجة اذا انت ادائك متوسط مش قمر تقيل وحاجات يعني تصفح وتصوير حاجات بسيطة مش حاجات عالي كتير انك يعني بطارية اعلى الجهاز هذا بكفيك وكويس لو قرنتوا بينه بين ريدمي نوت تين برو انا بقول لك اشتري هذا الجهاز والريدمي نوت تين برو كويس لكن براند المي هو براند شاومي الاساسي بحطه فيه يعني الشغلات اللي هي التقفيل تبعته بتكون ممتازة والاداء بكون يعني اسرع شوي واحسن شوي من فئات الريدمي بالنسبة للبوكو اكستري البوكو اكستري صح جهاز دقيل لكن بيعطيك يعني كيف هذا جهاز رقيق وحنين يعني كيف اذا انت لمؤاخذة يعني دفش على اجهزة لا اخد البوكو اكستري ورغمها اي بي اس ال سي دي لكن هذا الجهاز حنين وحلو يعني ممكن ازا وقع منك ينكسر اللي هو الظهر لانه الظهر اكزاز هناك الظهر بلاستيك مختصر مفيد اداءه ممتاز اداءه حلو يؤد اداء يعني يعتمد عليه ولكن موضوع البطارية هذا تحطه في الحسبان في عملية شرائك لهذا الموبايل والثلاث ونصف ملي متر هدول اهم قضيتين فانت لو وجيت مساكت الجهاز الريدمي نوت تين برو وجهاز المي اليفن لايت هتلاقي اللي هو الجهاز هذا اخف منه ولكن انا بقول لك اذا عاجبك الجهاز خده مباشرة لانه هذا الجهاز يعتبر يعني من براند مي وانا بفضل تاخد هذا الجهاز عن الريدمي وبهيك بقدر اقول انه انا خلصت موضوع مراجعة هذا الجهاز بعد الاستخدام اي واحد بده اي سؤال واي واحد بده تحديثات وبده اي سؤال ممكن ينضم معنا على قناة او على مجموعة التليجرام الرابط احط لك هي في صندوق الوصف وموجودها تلاقي ان شاء الله في اول تعليق وان شاء الله في الفيديوهات القادم اعملكوا بين مقارنات وبين موبايلات تانية حسن ما انتم بدكم واذا بدكم اي شغل بالنسبة للمقارنات اكتبوا ليها في التعليقات وانا اعملكوا ان شاء الله المقارنة في القريب العاجل بهيك الفيديو خلص باتمنى ان يكون الفيديو اعجبكم وانكم استفدتم من هذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يصلك كل جديد وللتقي في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام عليكم وبركاته okay المترجم للقناة